أرى أن شيخ العشير اليوم أكثر نفوذاً وأكثر مالاً وأكثر هيبةً وأكثر سلطةً باعتبار أن الشيوخ العشير وأنا أعرفهم وعد وعد وكلهم أصدقائي نعم أغلبهم قبل سقوط نظام صدام حسين كان الوضع المادي والاقتصادي لهم ضعيف جداً ضعيف جداً بسبب ظروف معينة نحن نعرفها جميعاً بعد سقوط نظام صدام حسين أغلب شيوخ العشير أتت لديهم فرص كبيرة في مناطقهم وفي أراضيهم